السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني سعد لأوقاتكم أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني بحب رحب بكل مشترك جديد انضم للقناة أهلا وسهلا فيكم وبتشرف فيكم وكمان بحب اتشكلكم كتير على تعليقاتكم حلوة ولدعمكم للمحتوية اللي عم أدمه اليوم وصفة كتير مميزة ورائعة رح حضر لكم المعروك بطريقة كتير سهلة وكمان ناشحة 100% إن شاء الله الوصفة متل مواضح قدامكم ما شاء الله مو بحاجة نهائيا أحكي لكم عن هشاشة والطراوية اللي فيها والطعم الرائع ولكن بدي نبهكم على الشغلة كتير مهمة وأساسية انتبهوا لنوع الخميرة يلي بتستخدموها وطريقة استخدامكم للخميرة طريقة اختبار الخميرة إذا كانت صالحة للاستخدام بتاخدوا ملعقة صغيرة مع ملعقة مي تكون دافية مع رشة صغيرة من السكر خلطوهم مع بعضهم غطوا الخميرة وتركوها على جنب تقريبا خمز داعي بعد خمز داعي إذا شفتوا فيها فقاعات معنات الخميرة عندكم ناشحة فيكن تستخدموها لوصفتكن ويلا نروح لمقادير الوصفة حطيت هون نصف كوب من الماء الفاتر ونصف كوب من الحليب الفاتر الفاتر يعني لازم ما يكون فيه حرارة نهائيا ولا يكون بارد يعني يكون تقريبا فيه حرارة خفيفة جدا جدا ما تكون المي السخنة لأن المي السخنة كمان بتخرب بفعول الخميرة حطيت هون ملعقة طعام من الخميرة الفورية الجافة وفيكن كمان تستخدمو الخميرة الفريش ما بيأثر نهائيا هلا أنا هون بدي حط للمعروكة اللي رح عامله تمر فرح خفف السكر رح حط 3 ملعق من السكر انتو إذا ما بتكون تحطوا تمر حطوا 6 ملعق أو 4 كوب من السكر هلا أنا هون كمان حطيت بيضة واحدة ورح اضيف كمان ملعقتين من الزيت أو الزبدي أنا حطيت زيت هلا هون بعد ما حطينا المكونات رح كمان حط مطيبات للمعروك انتو فيكن تستغنوا عنها وزا متوفرة بتعطي طعم كتير طيبي للمعروك حطيت هون ملعقة صغيرة من المحلب وملعقة صغيرة من اليانسون المطحون ملعقة صغيرة من الفانيليا وكما رح اضيف رشة صغيرة من الملح شايفين بهذا المقدار رشة صغيرة كتير وهلا بدي حالك المكونات كتير منيح مع بعضهم لحتى تختلط عندي النكهار يلي حطيتهم والبيض وكل شي يعني يختلط كتير منيح مع بعض وهلا بعد ما تأكدت ان المكوناتك خطلطوا كتير منيح مع بعضهم رح اضيف الطحين بالنسبة للطحين رح اضيف كوبين ونص من الطحين انا عم بستخدم كوب المقاس كل كوب من كوب المقاس بياخد 140 جرام من الطحين كوبين ونص من الطحين بيطلعوا عنا بالوزن 350 جرام من الطحين هلا بدي استخدم شوي العجاني لحتى اخلط العجين منيح مع بعضه وبعدين بدي استغني عن العجاني واستخدم ايدي لحتى اعجن كتير منيح بدي اعجنها لازم كتير منيح ويختلطوا معي كتير منيح انا برتاح اكتر بالعجن على اليد انتو اذا عندكن عجاني كمان فيكن تستخدموها او فيكن تعجنوها على ايدكن هي الشغلة محرزة ابدا انو نشغل عجاني كرمالا لاحظوا معي انا هون العجين شوي لاس قاطلات عندي ان هذا هو القوام اللي لازم استخدموه هذا القوام اللي انا بحاجته هلا هون حطيت شوي زيت بيدي لحتى اقدر اتحكم بالعجينة امسكها وبتقدروا كمان بالصحن يلي بتكون تخمروا فيها عجينة تكون تحطوا بارضيتها كمان شوي من الزيت او فيكن ما تحطوا ما بيأسر نهائيا لاحظوا معي قوام العجين كيف لازم يكون ومتل ما قتلكون هلا لازم اريح العجينة مدت تقريبا من 30 دقيقة للساعة مكسيما اذا العجينة مختمرت عندكم معناتها في مشكلة بالخميرة طريقة الشغل كلها مضبوطة ولكن الخميرة هي بتكون المشكلة فيها فمشان هيك انا قتلكون انتبهوا كتير منيح لموضوع الخميرة شوفوا معي قديش العجينة مختمرة وصارت جاهزة للشغل بالنسبة للتشكيل انا رح شكلها بكل سهولة لدوائر وبدي احشيها بالتمر انتو اذا بتحبوا تعملوها سادة متل ما قتلكون بتزودوا السكر انا حطيت 3 ملاق انتو حطوا 6 اذا بتحبوها سادة وازا بتحبوا تحشوا قلبها شكولة وبتحبوا تحشوا بقلبها كمان متل ما عملت السنة الماضية حليب المكسف حشيتها بالحليب المكسف وجوز الهند كمان طعمتها كتير رائعة او بالتمر انا بالنسبة للي افضل المعروك بالتمر اطيب شي يعني بالنسبة للمعروك هلا انا هون رح اشكر قطع المعروك لدوائر بهذا الشكل متل ما اكونوا ملاحظين بدي كمان اخد يعني حسب العدد الموجود عندي وبحاول اني طالعون عدد زوجي مشان يطلعوا حلوين بالصحن البايريكس ياللي بدي اخبص فيهم بالنسبة للتمر معجون التمر انا هون اشتريت كيلو من التمر وبعدين حطيت عليه ملعقتين من القطر وملعقتين من السمنة وملعقتين من ماء زهر وكمان رشي من الارفين ملعقة صغيرة تقريبا بعجلهم كتير منيح مع بعضهم لحتى التمر يبطل يتدبق بيدي ويلزق بيدي وبعدين بحطوا بالبراد بقسموا لأقسام صغيرة وبحطوا بالبراد وبقدر استخدم التمر لحشية المعجنات ولا كمان لحلويات العيد نفس الطريقة بعملهم هلا هون مثل ما كم ملاحظين بعد ما شكلت قطع العجين وشكلت قطع التمر كمان حطوا قد ما بتكون انا هون زغرت قطعت التمر شا ما تطلع حلوة كتير وبعدين حشيتها بهذه الطريقة كتير طريقتها سهلة وحطيتهم جمع بعضهم تركت مسافة صغيرة لحتى تركوا المجال لحتى يختمروا وهلا بعد ما شكلت كمان لكرات بدي ارجع ريح العجينة مع ان العجينة كتير مرتاحة بيدي ولكن رح ارجع ريحها شغلة ربع ساعة تقريبا طبعا لازم تغطوها بشغلة او تلابسوها كيس لحتى تحافظ على الحرارة لجوءتها شوفوا معي هلا هون قبل التخمير شوفوا بعد التخمير كيف صار الشكل مثل ما قد تلكم كل ما تخمرت كل ما تعطيكم نتيجة احلى او فيكن بس تدهنوها بالحليب السائل او فيكن ما تدهنو كمان اذا ما بتكن لمعة لوش المعروك هلا هون دهنت مثل ما قد تلكم بصفار بيضة مع ملعقتين من الحليب فيكن تحطوا رشة صغيرة من الفانيليا او تحطوا رشة صغيرة مع البيض يعني من ماء الزهر لحتى تخففوا من طعمة البيض هلا هون بعد ما مثل ما لاحظتوا دهنتهم كله رشيت على وشهم كمان شوي من السمسم وحبت البركة وبيدي حطها بالفرن على درجة حرارة 180 باول رف من تحت لمدة تقريبا بتاخد معكم من عشرين لخمسة وعشرين دقيقين انتو خليكن عم تراقبوا الفرن لحطة توصلوا للون اللي انتو بتكن اياه هلا لاحظوا معي بعد ما طلعت المعروك طبعا وشهم ارمش شوي يعني لساته هيك ناشف هلا شو بعمل باخد اماشي قطن بحطها تحت المي بغسله بعدين بعصرة وبحطها فوق المعروك بهذا الشكل وبتركها لمدة من عشرة لخمستاشر دقيقة لحتى ناخد الطراوي المطلوبة هلا هون بعد ما مضي تقريبا عشر دقايق شلت الماشية من المعروك شوفوا معي الطراوي شوفوا معي عن جد ولا شغل المحلات والطعمة ولا اروع من هيك طعمة المحلب واليانسون كتير رائعة بالمعروك كتير بيلبقلون اجربوها بهاي الطريقة وراح تعجبكن وهيك النتيجة الاخيرة للمعروك لاحظوا معي الطراوي اللي حصلت عليها بسبب القماشية اللي حطيتها هيك المعروك صار عندي جاهز وعن جد طعمة ولا اروع من هيك شوفوا معي الهشاشة والطراوي يعني كأنه عاملينا بفرن المحلات شوفوا قديش عن جد القطعة هشة وطعمتها كمان كتير طيبة ومتل ما قدلكن الحشوة اللي انتو بتحبوها فيكن تحشوها وفيكن تعملوها سادة شوفوا معي حشوة التمر ولا اروع من هيك متابعيني وصفتي لالكن بهاي الطريقة صارت جاهزة بتمنى تكون عجبتكن الوصفة وبس تجربوها لا تنسوا تكتبولي رأيكم بالتعليقات لانه رأيكم كتير بهمني شكرا كتير لالكن ولمتابعتكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا